بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ليتني قدمت لحياتي بعدما أسلم عقبة ابن أبي معايت ذهب إليه صديقه أبي بن خلف رأس الكفر وقال له بلغني أنك تركت دينك وأسلمت وطلب منه أن يترك الإسلام ويبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا فعل عقبة ما أمره به صاحبه فأنزل الله قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الآية بتبين لنا مدى الحصرة والندم اللي بيصاب بهم كل إنسان ظلم نفسه وفضل صحبة السوء على طريق الهداية ويوم الإيامة عرف أنه غلطان بس بعد فوات الأوان فقال يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا الصاحب أخطر إنسان في حياتنا لأنه بيأثر فينا تأثير مباشر بالسلب أو بالإجاب يا يغدك لطريق الله يا يغدك لطريق الشيطان يسحبك للفضيلة أو للرزيلة صاحبك إما يكون سبب نجاحك أو سبب فشلك إما يعلبيك أو ينزل بيك أسفل سافلين الصحبة نعمة أو نقمة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم مي خالي المرء على دين خليلي على طريقه المرء على دين خليلي يعني على طريقة صاحبه نفس أخلاقه نفس سلوكه مش معقول أصحابك بيدخنه وإنت مش بتدخن صعب يكون أصحابك كلهم ما بيصلوش وإنت اللي بتصلي فيهم عشان كده قالوا الطيور على أشكالها تقع صاحبك أهم وأخطر إنسان في حياتك لأنه بيأثر على علاقتك بربنا وعلى علاقتك بأهلك وبيأثر على مستقبلك يقول الإمام بن القيم الأصحاب ثلاث صاحب كالدواء وصاحب كالهواء وصاحب كالداء صاحب كالدواء تحتاج له بعض الوقت محترم بس غافل لهو عاصي ولهو طائع مش فرق معاه وصاحب كالهواء متدين معين امسك فيه ودور عليه وكمل معاه وصاحب كالداء عاصي فاجر ينقل لك العدوى اهرب منه هروبك من الأسد وده موضوعنا لا لصحبة السوق اقطع علاقتك بيهم فورا ربنا حذرنا من صحبة السوق وقال لنا نهرب منها قال تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وقال سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوا صاحبك هو عنوانك الناس بيشوفوك في صحابك بيعرفوك من خلالهم ولو عايز تسأل عن حده تعرفه اعرف أصحابه مين لو عايز تقيم إنسان اسأل عن صحابه قل لي مين أصحابك أقولك أنت مين عن المرء لا تسأل وسأل عن قارينه فكل قارين بالمقارن ينسبه الإحصاءات بتقول إن التسعين في المية من اللي أدمنوا كان سبب إدمنهم صحبة السوق مين أول واحد عزم عليك بسجار؟ مين عرفك طريق الإدمان والمخدرات؟ مين خدك لسكة الحرام؟ مين خلاك تعلي صوتك على أمك وأبوك غير أصحاب السوق؟ والأخطر من كل دول صاحبك صاحب الفكر المنحرف المتطرف اللي بيسمن فكرك بأفكار مغلوطة هادامة ولو ما وفقتوش على فكره يتهمك بالكفر ويشكك في دينك وعقدتك والقرآن بيحكي لنا قصة صاحب السوق اللي بيشكك صاحبه في البعث والحساب ويقوله أنت مصدق أننا بعد ما نموت هنرجع نتحاسب تاني ولكن من فضل ربنا عليه أنه بعد عنه وأطع لقته به قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا اقطع علاقتك بصاحب السوق نهائيا لأنه هيبعدك عن طريق الله وهيمنعك من الوصول لربنا كل ما تيجي يتعمل خير يقولك يعني أنت اللي هتغير الكون كل ما تيجي تتصدق يقولك محدش يستاهل أولادك أولى والله يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخر اقطع علاقتك بصحبة السوق عشان لو رجلك جات معاهم كل ما تحاول ترجع لربنا يسحبوك لطريق الشيطان ده الراجل اللي قاتل تسعة وتسعين نفس لما سأل على طريق التوبة العالم المخلص قال له لو عايز تتوب ابعد عن أرض السوق وصحبة السوق وانتقل لأهل الخير والصلاح أحد الشباب استقام وطرك أصحاب السوق بس كانت غلطته أنه كان من وقت للتاني بيزورهم ما قطعش الصلة كاملة ما مسحش الأرقام وما قفلش الصفحة دي ولما شافوه حاله انصلح وتغير وبطل يدخن وبدأ يحافظ على الصلة طبعا ما عجبهمش وضعه ليه بقى أحسن مننا فاجتموا عليه لازم يرجع يضيع تاني فقالوله احنا مسافرين رحلة تعالى معانا زي زمان فقالهم أعوذ بالله ربنا تاب علي فقالوله تعالى معانا الصبح نروح نلعب ونجري وبالليل تروح انت الفندق وإحنا نروح نصهر براحتنا فوافق كانت غلطته أنه وافق وفعلا الصبح كان معاهم وبالليل يبقى في الفندق لوحده وهم يروحوا للرازيلة لكن صحبة السوق ما سبتهوش في حاله لحد ما وقع في الحرام في لحظة ضعف قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة صحيح الصاحب ساحب زي ما أهلنا علمونا ما يفسدش الولد إلا ولد زيه وما تفسدش البنت إلا بنت زيها احذف صحبة السوق من حياتك قبل ما تخسر الدنيا والآخرة وتلاقي نفسك معاهم في جهنم والعياذ بالله قال صلى الله عليه وسلم المرء يحشره مع من أحب دوس عليه دلوقتي واحذف تليفونه قبل ما تندم في الآخرة وتتمنى تدوس عليه برجلك قال تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين لا لصاحب السوق لأنه هيقف في طريق نجاحك وهيمنعك من تحيق حلمك هيمنعك من التفوق أصله محبت مصبت للهمم ابعد عن صحبة السوق كلها صاحب الفكر المنحرف وصاحب السلوك الماشين المدمن اللي بعيد عن ربنا لأنه سبب رئيسي لسوق الخاتمة فيا كل أب وكل أم وكل مربي وكل مربية ولدنا أمانة في رقبتنا والتربية مش توفير الفلوس والفوسح والمدرسين وبس لا التربية عبء كبير ومسئولية قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيتي وأحيانا توفير الإمكانيات بتجيب نتيجة عكسية مش بتخلق راجل حاول تدور لابنك على شغل حتى لو كنت مبسوط ماديا الغرض مش الفلوس لا عشان تخلق منه راجل على قد المسئولية محتاجين كلنا ندور في أصحاب ولدنا نختار معاهم أصحابهم ونعلمهم إزاي يختاروا أصحابهم عايزين نلحق أولادنا وهم لسه صغيرين وإحنا كل حاجة ليهم دلوقتي إحنا رقم واحد في حياتهم ولينا كلمة عليهم لكن لما تدخل الشلة ويكبروا هيبقى ترتيبنا في حياتهم متأخر وأحيانا مش هيبقى لنا ترتيب وهنبقى على الهامش بسبب صحبة السوق الموضوع بجد خطير ومحتاج اهتمام وولدنا معذورين لأن الفتن حوالهم كتير والأياد اللي بتهدم كتير قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فيكل إنسان مصاحب حد بعيد عن ربنا الحق نفسك وابعد عنه قبل ما تضيع منك الدنيا والآخرة قبل ما تقول يوم القيامة يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين 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 اشتركوا في القناة